السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد طليبة ان شاء الله هنشرح اول شابتر في الباريسيتولوجي اللي بعنوان فاشيولا سبيشوس او فاشيولا اس بي بي لكن قبل ما نبدأ هنراجع جزء في الانترودوكشن تو باريسيتولوجي اللي كان في الفيديو اللي فات ميديكال هلمنسولوجي او علم دراسة الديدان الطبي كنا جلنا ان الهلمنسز او الديدان بتنقسم لشعبتين تو فايلة الشعبة الاولى اسمها فايلام بلاتي هلمنسز اللي هي فلات ورمز او ديدان مسطحة ودي بتصنف لمجموعتين كلاس تريماتودا اللي اسمه الفلاجز او المسقبيات وكلاس ستودي وسب كلاس ستودا اللي هو التيب ورمز او الديدان الشريطية والشعبة التانية اسمها فايلام نمسال منسز اللي هي الراوند ورمز او الديدان المستديرة ودي فيها مجموعة واحدة اسمها النيماتودا عندنا الكلاس تريماتودا او الفلاجز المسقبيات زي ما قلنا ان دي مجموعة من البلاتي هلمنسز او الفلات وورمز الديدان المسطحة الجنرال الكاركتريستيكس بتاعتها او الخصائص العامة بتاع الكلاس تريماتودا او الفلاكس مع لا فكرة انا اعتقد انه غلطان هنا انه هو كاتب جنرال كاركتريز يعني شخصيات عامة يعني مفروض الكاركتريستيكس فيكون معناها خصائص او صفات عامة او الصفة يعني مسطحة من الوجهين الخلفي والامامي ثاني صفة يعني الجانبان بيكونوا متناظرين او متماثلين غير مكسمة يعني ايه برضو معنى السجمنتيشن او التقسيم تكرار جزء متماثل بطول الكائن ايا كان الكائن ده فاحنا عندنا الفلاكس او التريماتودا لانها مش مكسمة لاجزاء متماثلة بطولها صفة الثالثة يعني بشكل عام الكلاستريماتودا او الفلاكس جنسها بيكون خنسة يعني بيكون فيها الاعضاء الجنسية المذكرة والمؤنسة معادة الشستسومة او البلهارسيا جنس منفصل يعني الزكر لوحده والانسة لوحدها رابع صفة يعني الاعضاء المثبتة بتكون شكل المصاصات يعني دورة حياتها بتمر بعائلين يعني العائل النهائي بيكون الانسان او الحيوانات الاخرى يعني العائل الوسيط بيكون حلزون او كوقع لهو سنيل طبعا كل الخصائص دي موجودة في جميع انواع الكلاستريماتودا او الفلاكس معادة النشستسومة او البلهارسيا بتكون سيباريت سيكسس يعني عندنا حاجة ثابتة ان الانترميديد هوست بيكون سنيل والديفينيتيف هوست بيكون انسان او حيوان ودي سادس واخر خاصية للكلاستريماتودا او الفلاكس يعني العدوى بتكون بشكل رئيسي عن طريق انتقال الياركات للقناة المعوية في بعض الانواع وطبعا ده هيكون عن طريق الاكل والشرب وممكن يدخل عن طريق الجلد او الاسكن في انواع اخرى وده هيحصل عن طريق ملامسة الماء الملوس نبدأ بقى في الشفطر الاول فاشيولة اس بي بي ودي من الليفر فلاكس وطبعا من مجموعة التريماتودا او الكلاستريماتودا اسم الديسيز او المرض بتاعها فاشيوليزيس جيوغرافكال ديستريبيوشن يعني توزيعها الجغرافي وموجودة في اي نوع من الدول كاتل اند شيب ريزنج كامتريز يعني الفاشيولة اس بي بي بتكون موجودة في الدول اللي بتربي الاغنام والماشية لو استنتجنا هنلاقي ان هي موجودة في مصر لان مصر بتربي اغنام وماشية وهكذا ممكن نلاقي في الدول كتير تانية يعني الهوست بتاعها او العائل بتاعها يعني العائل النهائي بيكون الانسان يعني الحيوانات اكلت العشب زي الماشية والاغنام والجاموس عائل خزان او ريسيرفوار هوست تمام؟ يعني بيكون زي الديفينيتف هوست كده بس بيكون في حيوان مش في انسان والحيوان اللي هو الريسيرفوار هوست ده بيكون من المصادر المهمة جدا لنقل العدوى من خلاله اند سنيل انترميديات هوست يعني القوقع او الحلزون بيكون العائل الوسيط زي ما تفهنا في المقدمة ان دايما القوقع او السنيل او الحلزون بيكون هو الانترميديات هوست او العائل الوسيط في اي نوع من الفلاجز او الكلاسترماتودة عندنا الهابيتات او المكان اللي بيعيش فيه في الانسان اللي هو طبعا الديفينيتف هوست بتاعه بايل داكتز القنوات المرارية ده الهابيتات بتاعه او المكان اللي بيعيش فيه في الانسان المورفولوجي او شكل الفاشيولة اس بي بي في الادلت وورم او الدودة البالغة بتكون ليف لايك او شبه ورقة الشجر يعني طولها بيكون من ثلاثة لستة سنتيمتر معرضها بيكون من واحد لاثنين سنتيمتر اند هرمافرودايت يعني خنسة الجنس زي ما قلنا برضو في المقدمة ان جميع الفلاجز او الكلاسترماتودة بيكون هرمافرودايت او خنسة مع دا الحالة الوحيدة اللي هي الشيستسومة بتكون سيباريت سيكسس يعني التذكر الواحده والانسة الواحدة جنس منفصل وده كان الادلت وورم او الديدان البالغة عندنا الاج او البيضة بتاع الفاشيولة اس بي فيه large يعني ضخمة oval بيضاوية central يعني الصدفة بتاعتها او الكشرة بتاعتها بتكون رقيقة overculated يعني بتكون سطحية او مسطحة yellowish brown يعني لونها بيكون بني من الصفر وده بيكون زي لون طبعا البيل او الصفراء contains immature ovum يعني بتحتوي على بويضة غير ناضجة بعد كده life cycle او دورة حياة الفاشلة the adult worms live in bio doctors of man يعني الديدان البالغة بتعيش في القنوات المرارية للانسان and herbivores animals وبرضو بتعيش في القنوات المرارية للحيوانات اكلة العشب لكن الانسان بنسميه definitive host والherbivores animals بنسميها reserve war host fertilized female lies eggs يعني الانسة الملقحة بتضع البيض في مرحلة الdiagnostic stage المرحلة التشخيصية او مرحلة اكتشاف المرض which come out with feces لان البيض اللي بتضعوا fertilized female ده بينزل مع الفيسس او البراز علشان كده اسمها الdiagnostic stage لان من خلال الفيسس بنعمل تحليل لها فبنعرف المرض اللي موجود يعني الاجز او البيض بيحتاج لاسبوعين علشان ينمو في ظروف بيئية معينة في الفريش ووتر او المياه العزبة وبعد كده بيحصل له هاتش او بيفكس وبيحرر لنا ميراسيديا اللي هو الطفل يعني بتاع الفاشيولا ميراسيديا انترزسنيل انترميديات هوست يعني الميراسيديا لما يدخل القواقع او الحلزون بيكون انترميديات هوست او عائل وسيط and develops into circaria لبتو سيركاس سيركاريا وبيتطور او بينمو ليصبح سيركاريا والحالة دي اسمها لبتو سيركاس سيركاريا السلايد اللي بعده دورة حياة الفاشيولا نبدأ من رقم واحد unembrionated eggs يعني بيد unembrionated يعني مرفوض الجنين وده بيكون في الفيسس وده بينزل في الفيسس بتاع الحيوان او الانسان بعد كده بيتحول لأجزة او فيها جنين في المياه العزبة او الفريش ووتر ميراسيديا هاتش فروم اجز سيك او تسنيل انترميديات هوست الميراسيديا بتفكس من البيض وبتبحث عن العقل الوسيط بتاعها الحلزون او السنيل بعد كده في رقم 4 الميراسيديا بتعمل الحلزون او بتختارك الحلزون اللي هو العائل الوسيط بتاعها بعد كده بتتطور او بتنمو في الحلزون اولا بتكون سبوروسايتس او اكياس بوغية ومن ثم مريديا واخر حاجة بتتحول لسيركاريا بعد كده السيركاريا بتسبح علشان تدخل في اكواتيك في نبات مائي ولما بتدخل السيركاريا النبات بتكون ميتة سيركاريا فالميتة سيركاريا اللي هي بتكون في الفيجيتيشن او النبات بيبتلعها الانسان او الديفينيتف هوست سواء كان الانسان او الماشية او الاغنام او ايا كان فهي بتكون فلاجز غير نضيجة او اماتيور فلاجز فلما بتدخل جسم الانسان بيحصل لها اجسست او استثارة انديودنم او في الاسنى عشر في الامعاء فبتعمل اختراك او بنتريت للانتستاين الوول او الجدار المعوي اند ميجريت سرو ليفر بارينشيما تو بيلياري داكتز وهنا كاتب سو يعني رغم ذلك لكن المفروض تكون سرو علشان المعنى يكون الاماتيور فلاجز بتهاجر من خلال ليفر بارينشيما من حمه الكبد وده جزء في الكبد اسمه حمه الكبد يبقى بتهاجر من حمه الكبد للبيلياري داكتز للقنوات المرارية رقم تمانية ده بيكون شكل من الفلاجز او الفاشيولة بعد ما تبلغ او تندج في القنوات المرارية زي ما شايفين النوعين الفاشيولة جايجانتكا والفاشيولة هباتيكا لو لاحظنا هنلاقي ان الجايجانتكا بتكون اطول من الهباتيكا واضيق منها والكون من فوق او المخروط اللي هو من فوق ده قضيق برضو من الهباتيكا بس كده مش محتاجين نعرف اكتر من كده ونفس اللي بيحصل في الانسان بيحصل برضو في المجترات اللي هي الحيوانات اللي بتكون من الريسيرفوار هوست للفاشيولة اللي هي زي الكاتل والشيبز الاغنان بعد كده الفاشيولة سواء كانت هباتكا او جايجانتكا هتضع البيت بتاعها في الانسان او في الحيوانات الديفينيتف هوست والريسيرفوار فالإجز او البيت هينزل في الفيسس اللي هو البراز فبالتالي دورة الحياة هتتكرر تاني بس بل نمبر 5 سيركاريا سيركاريا يعني السيركاريا بتخرج من القوقع او الحلزون سويمين ووتر اند انسيستيشن ووتر فيجيتيشن يعني بتسبح في الماء وبيحصل لها تكييص في الووتر فيجيتيشن او في الغطاء النبات اللي موجود في الووتر او الماء فورمينج انسيستيد ميتا سيركاريا فبتتحول للانسيستيد ميتا سيركاريا والحالة دي اسمها الانفكتيف ستيج او المرحلة المعدية رقم 6 طريقة عدوة الانسان والعدوة بتنتقل من خلال انسيستيد ميتا سيركاريا نمبر 7 يعني بتعبر من خلال حمة الكبد وبتصل للممرات الصفراوية وفي البلياري بساجزة او البلياري داكتس بيحصل ماتيور او نجو بتتحول لأدلت وورميز دي دان بالغة او ناضجة في حوالي من 3 ل 4 شهور تكون المرض والصورة السريرية او المرضية دايرية 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 الحمضية وده طبعا بيكون كاستجابة منعية او حساسية من الديدان رقم 2 كرونيك فيز المرحلة المزمنة It is due to migration of adult worms through biliary tractors leading to obstructive jaundice يعني المرحلة المزمنة بتكون بسبب هجرة او مهاجرة للأدلت وورميز حديدان البلغة من خلال ال biliary tractors او الممرات الصفراوية وده بيؤدي الى اليرقان الانسدادي او الاobstructive jaundice leading to obstructive jaundice abdominal and digestive disturbances يعني بيسبب الاobstructive jaundice او اليرقان الانسدادي والترابات في البطن والجهاز الهضمي migrating worms may reach abnormal site يعني الديدان المهاجرة ممكن تصل لمواقع غير طبيعية والحالة دي بنسميها ectopic foci يعني بتكون خارج الراحم بتاعها او مكانها او موقعها الطبيعي and form abscesses in different parts of the body فنتيجة ان هي مش في موقعها الطبيعي بتكون خرجات في مواقع مختلفة من الجسم Diagnosis ازاي بنعمل تشخيص او كشف للمرض اول حاجة clinical diagnosis كشف سريري وده بيكون عن طريق ال clinical picture الصورة المرضية او السريرية وده شرحناه في السلايد اللي فات ثاني diagnosis laboratory diagnosis الكشف او التشخيص المعملي اول حاجة direct method او الطريقة المباشرة وده من خلال examination of stool for eggs يعني فحص الاستول او البروز اذا كان فيه اجز او لا لانه لو فيه اجز او بيد هنشخص المرض او هنكتشف البراصايت او الطفيل وده هتكون direct method او طريقة مباشرة لكن ال indirect method او الطريقة الغير مباشرة بنعمل immunodiagnosis يعني تحليل او تشخيص مناعي detection of cobroantigen in stool or circulating antibodies in patient's serum مثل اي هات ELISA اي فات اي هات اختصار indirect hemaglutination assay test و ELISA وده اختصار enzyme linked immunosorbent assay اخر حاجة اي فات اختصار indirect fluorescent antibody test وكل دي فحوص وتحليل ال immuno او المناعة او antibodies علشان نكتشف من خلالها بطريقة غير مباشرة البراسايت او الطفيل ثلاث حاجة في ال laboratory diagnosis radiographical diagnosis التشخيص الاشعاعي او التشخيص بالاشعة ultrasonography and cholangiography او ال�be اللغة التشخين البلاجينت التشخز 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 الذي بدأ عنه املاح التشخز التشخز نركز في التريتمينت التريتمينت العلاج اللي هو ترايك لابندازول بريفنشن عند كنترول يعني ازاي ناقي نفسنا من الامراض دي اول حاجة تريتمينت أوف انفكتت انامالز اندمان يعني لو في اي حال عندها العدوى سواء كان انسان او حيوان نعالجه وزي ما جلنا التريتمينت او العلاج ترايك لابندازول تاني حاجة يعني التعليم او التسقيف الصحي يعني لو حد متعلم او عارف العدوى ازاي بتنتقل هياخد باله وما يعملش الحاجات اللي هي ممكن تنجله العدوى تالت حاجة يعني غسل الفاكه بطريقة صحيحة عشان ماينتقلش من خلالها البراصايتز رابع حاجة يعني نتأكد ان الميا اللي بنشربها دي نظيفة او امنة للشرب او ممكن نغلي الميا جبل ما نشربها علشان البراصايتز او الكنتامنشن يروح منها خمس حاجة اليمينيشن اوف ووتر فيجيتيشن يعني التخلص من الغطاء النباتي المائي يعني التخلص من النباتات اللي هي بتكون على الميا تمام لاننا جلنا من السيركالية بتنتقل من خلال الميا سادس حاجة سنيل كنترول يعني نسيطر على الحلزون او نقلل منه لانه بيكون الانترميديات هوست للفاشيولا بس كده ده كان ازاي ناقي نفسنا وغيرنا من المرض ده اللي هو لو فاكرين اسمه فاشيولايزز بعد كده الهلزون او الحلزون خد بالكم ان ده مرض اسمه حلزون مش حلزون تمام والاسم العلمي ليه فرينجيال فاشيولايزز يعني مرض المطورقات البلعومي او مرض الفاشيولة البلعومي It is a mechanical suffocation occurring in countries used to eat raw liver As Lebanon, Syria and North America يعني الفرينجيال فاشيولايزز عبارة عن اختناق ميكانيكي وبيحدث في الدول اللي هي معتادة ان هي تأكل الليبر او الكبد نيء او نيء يعني بيأكلوا الكبد من غير ما يطبخوه من امثلة الدول دي امريكا الشمالية وسوريا ولبنان If the liver is infected with fasciola The immature worms may attach themselves to the pharyngeal myocosa يعني لو الليبر اللي بيأكلوه نيء ده سواء كان بتعماشية او اغنام وفي عدوى الفاشيولة ده يخلي ددان الفاشيولة الغير ناضجة اللي موجودة في الكبد تلتصك بالغشاء المخاطل بالعومي Causing edematose congestion of the pharyngeal and surrounding areas فلما هتلتصك بالغشاء المخاطل بالعومي هيسبب edematose congestion يعني هيسبب احتقان متورم في البلعوم والمناطق المحيطة به Leading to disypnea هيؤدل ضيك في التنفس Dysphagia يعني عصر في البلع Asphyxia يعني اختناق بسبب نقص الأكسجين Alcoholics may relieve this condition يعني مدمنين الكحول او ادمان الكحول ممكن يخفف الحالة دي طبعا ادمان الكحول لحاجة مش حلوة نهائيا ولوليها فوايد بتكون أجلب كتير جدا من أضرارها And in severe cases Surgical interference should be resorted يعني لازم نلجأ للتدخل الجراحي في الحالات الشديدة كده الحمد لله خلصنا الهالزون او الفرنجيال الحشيوليزيس Thank you أتمنى تكونوا استفدتم ولو استفدتم ما تنسوش تعملوا شير للأصدقاء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فعلي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا